أستاذ جاسم الغراوي في وقته عرض علي أنا الوحيدة من دار مسنين قال لي أخذش اللي عمره فشكرت بوقته ورحت علي قلت له أفكر بالموضع صراحة ذاك الوقت ما كانت مهيئة يعني مسنة تروح فجأة للعمرة لأن أحس أنا افتقدت على أمور يعني مو من السهولة إنسان أي إنسان فكيف ذا مسن ساكن دار مسنين يطلع مباشرة للعمرة وهو يجهل أمور ممكن يعرفها فبس رفضتها بصراحة قلت له أنا ما مهيئة وانقهر علي يعني قال لي ليش ماذا وقت يجيتي للدار تتذكرين أي سنة بعد الانتخابات اللي صارت 2014 رح يصلي سبع سنين لا أكثر سبع سنين الحمد لله ما حد ما أجي سأل على سندوس وصل صراحة أنا أنا ما أحب بحثي بهذا الموضوع لأن يقلمني وما رد أحرجهم وأذيهم بس هاي واقع الناس الناس ممكن أنا أنا عفيت عنهم تمام بس الناس تحب تعمل وهذا الموضوع ما خلاني يعني عقدة في تفكيري بالعكس هذا أنطعني دافع إنه أستمر في الحياة إنه أنا ظليت لحد هاللحظة أنا في امتحان وامتحان عظيم من رب العالمين الله لأنه أنا إنسانة وحيدة ومستمسكة برب العالمين ثم أهلي البيت فمو من السهولة إنسانة هكذا ظروفها مرت بيها وكان عندي أخ كبير أكبر منه كنة وأنا مسؤولة عليها رحيت ومات بدار المسنين وبحياته بسجات هو دفنه يعني أخوت كان وياك بدار المسنين نعم أنت وأخوت نعم وأنا اللي داريت وأنا اللي ربيت وأنا اللي ربيت وأنا اللي ربيت أنا أخذرني من هذا السؤال ما أقدر أجاوه أنا عفيت حنهم والله يخفر لهم ترجمة نانسي قنقر